موسيقى السلام عليكم اليوم سوف أتكلم عن مرض تكون حصوات الكلة مرض حصوات الكلة هي من الأمراض الشاعة خصوة في منطقتنا التي تكون أغلب فترات السنة حارة وهذا يؤدي إلى زيادة حدوث الجفاف أعراض حصوات الكلة تختلف يعتمد على حجم الحصوة وإذا كانت مسببة تسكير في المسالك البولية ومسببة التهابات بعض الحالات تكون ما في أعراض عند المرضى اللي يعانوا من حصوات الكلة أو الحالات قد تزيد إذا كان في تسكير يسبب ألم خفيف في أسفل البطن أو في منطقة الخاصرة أو ألم قوي يؤدي إلى ترجيع أو شعور بالغثيان وهذا اللي نسميه بالمغص الكلوي هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى تكون الحصوات في الكلة أو في المسالك البولية أهم هذه العوامل هي الجفاف الشديد من قلة شرب السوائل أو زيادة فقد السوائل عن طريق الرياضة أو المجهود البدني أو التعرق الزائد الجفاف يؤدي إلى زيادة تركيس الأملاح في البول تكرمون ومثل أملاح الكاسم والفسفور وحمض اليوريك وهذا يؤدي إلى تكون كريستالات وحصوات العامل الثاني اللي يؤدي إلى تكون الحصوات هو الكثار من الأطعمة اللي تحتوي على ملح الصوديوم كذلك الكثار من اللحوم هذه المواد قد تزيد من إفراز الكالسيوم في البول ما يؤدي إلى تكون حصوات هناك بعض الأمراض أو بعض الحالات المرضية اللي تؤدي إلى زيادة تكون الحصوات في المسالك البولية في هذه الحالة في بعض الحالات الطبيب يحتاج إلى يجري بعض الفحوصات عشان يتأكد أن المريض ما يعاني من أي من هذه الحالات المرضية أسئلة وايدة تيم من المرضى اللي يعانون من حصوات الكلاب خصوص تأثير صيام شهر رمضان على حالتهم الصحية قد يسبب صيام شهر رمضان مشكلة في المرضى اللي يعانون من حصوات الكلاب خصوصاً إذا حالتهم تطلب أن يشربون سوائل بصفة مستمرة خلال فترة النهار في بعض الحالات اللي تكون عند المرضى اللي عندهم حصوات صغيرة في الكلاب ما عندنا مشكلة إذا صاموا شهر رمضان لكن عليهم اتباع النصاح التالية عليهم الاكثار من شرب السوائل خصوصاً الماي في الفترة بين الأفطار والسحور لدرجة أن نبيهم يلاحظون أن لون البول يتحول إلى لون قريب من الشفاف فننصحهم دائماً أن يعخذون جلاس ماي كل ساعة بين الفطور والسحور كذلك ننصحهم أن يقلون من الأطعمة اللي تحتوي على الأملاح بصورة كبيرة أو بنسبة عالية وكذلك التقليل من اللحوم وكذلك تقليل من الأطعمة اللي تحتوي على حمض الأكسلايت مثل ما ذكرناها سابقاً ننصح المرضى كذلك أن يحاولون يقلون أو يجنبون التعرق الزايد في نهار رمضان عن طريق التجنب بذل أي مجهود بدني وأن إذا حاشتهم أي أعراض أن يكسرون صيامهم هناك حالات معينة ننصح فيها المريض أن ما يصوم شهر رمضان من هالحالات إذا كان المريض يعاني من السداد في المسالك البولية نتيجة الحصوات أو أن يعاني من التهاب في المسالك البولية أو هنا قصور في وظائف الكلة نتيجة الحصوات حيث أن الصيام في هذه الحالات قد يؤدي إلى تدهور خطير ومضاعفات خطيرة في حالتهم الصحية دمتم سالمين إن شاء الله والله يعافيكم من كل شر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر